أعلنت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية سيعقد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل ضمن خطة الفلسطينيين لتحقيق وحدة تواجه المخاطر التي تتعرض لها قضيتهم بغرض وضع برنامج سياسي وكفاحي لمواجهة المرحلة المقبلة هو الاجتماع الأول من نوعه للإطار القيادي للفصائل الفلسطينية سواء المنطوية تحت إطار منظمة التحرير أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي يعقدوا على أغلب تقدير نهاية الأسبوع الجاري ويمثل الفصائل فيه المستوى الأول من قياداتها سواء رؤساء الحركات والمكاتب السياسية أو الأمناء العامين ويعتبروا من أبرز مخرجات الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية في رمالله بحضور ممثلي حماس والجهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أكد مشاركته بالاجتماع من بيروت فيما أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخاله أكد مشاركته أيضا في الاجتماع الذي سيترأسه بالمقاطعة رئيس فتح والسلطة الوطنية محمود عباس سيكون هذا الاجتماع هنا في مدينة رمالله في المقاطعة برئيس الرئيس وأيضا على الفيديو كونفرنس في أكثر موقع في الخارج من أجل أن يكون جميع المناء عامين فصائل منظمة التحليف الفلسطينية زائد ومناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي حاضرين في هذا الاجتماع أنا أعتقد هذا الاجتماع حام تم التأكيد عليه من خلال الاجتماع القيادة الذي جرى قبل فترة قليلة في المقاطعة برئيس رئيس أبمازن سيكون هذا الاجتماع واقعا وسيكون هناك برنامج نضالي وكفاهي على الأرض من أجل كفية مواجهة كل التحديات والمقاطر سواء صفقة القرن أو سياسة الضم الاحتلالية أو ما يتعلق بالتطبيع هذا الثلاثي الذي يشكل مقاطر جدية على القيادة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية أبرز الملفات على أجندة الاجتماع هي صفقة القرن والانحياز الأمريكي ومخطط ضم الاحتلال لمناطق الضفة الغربية والتطبيع العربي مع الاحتلال ما يعني أنه يختلف عن لقاء موسكو التي دعت الفصائل للاجتماع فيها للوقوف على آخر محاولات تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام هذا الاجتماع سيبحث القضايا الداخلية للفلسطينيين وتعزيز وحدتهم أما فيما يتعلق بالتطورات السياسية سيبحث صفقة القرن غيرها من القضايا السياسية الملحة اليوم للخروج من النفق الفلسطيني بين غزة وبيروت وراملة ستجمع التكنولوجيا شمل الفصائل الفلسطينية في لقاء يعتبره السياسيون محاولة للخروج من نفق مظلم يعيد القضية إلى النور في وجه محاولات تصفيتها في حين يرى الشارع أنه وجب على الأقطاب أن تتوحد بشكل جدي لتعتمد على نفسها في مواجهة المخططات التي تستهدفها وتستهدف القضية الفلسطينية من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبراء رؤيا